هذا الملف ينضم إلينا مراسلنا من ذيقار راسم كريم بصورة مباشرة أهلا بك راسم في نشرة المنتصف ما هي تفاصيل اغتيال أستاذ جامعي في مدينة الناصرية في ذيقار أهلا سهار تحية لك ولي جميع المتابعين في الساعة الثامنة تماما من صباح يوم الجمعة تم اغتيال أحد أساتذة الجامعيين في منطقة حي العسكري لحد الآن الأخبار الأولية تشير إلا أن الحادث هو حادث جنائي ناتج عن خلاف عشائري سابق لدى الأستاذ الجامعي هذه الأنباء الأولية سهار دعيني أضعكي بالصورة عن الحراك الشعبي في محافظة ذيقار محافظة ذيقار على مدار أسبوع كامل تشهد تظاهرات جميع نواحي وأخضية ومركز مدينة محافظة ذيقار بسبب سوء الخدمات والشحة المياه التي تضرب العراق وبالأخص محافظة ذيقار ولدينا المتنفذين يديهم تطال جميع الدوائر الخدمية في محافظة ذيقار اليوم أبناء محافظة ذيقار يتسائلون أين المليارات أو الترليونات التي خصصت إلى محافظة ذيقار وصرفت منذ عام 2019 ولحد هذا اليوم وأغلب المناطق الخدمية هي تشكو من نقص كامل بالخدمات لدينا قضاء الإصلاح على مدار أسبوع كامل يتظاهرون بسبب شح المياه وصل الحال توقف مشاريع المياه والإساءالات الخاصة بتصفية المياه توقفت عن العمل بسبب شح المياه الذي ضرب مناطقهم وجفت جميع أنهرهم وخرجوا بتظاهر على مدار سبعة أيام وحدث صدام بين القوات الأمنية والمتظاهرين وهناك عمليات دهم وتفتيش واعتقال أغلب الناشطين المدنيين في قضاء الإصلاح لحين أرسلت لجنة من قيادة شرطة ذيقار ومن وزارة الداخلية لتدارك الأمور وخروج القضاء عن السيطرة والحمد لله تم الاتفاق على نقل جميع المنتسبين الذين تسببوا بالاعتداء على المتظاهرين وتم إطلاق صراح جميع المعتقلين لدينا أيضا في قضاء الشطرة تظاهروا بسبب سوء الخدمات لأغلب مناطق الشطرة ويطالبون بفتح تحقيق واسع بالأموال التي صرفت وخصصت إلى قضاء الشطرة وهي مقدار مجمل الأموال التي صرفت على قضاء الشطرة 157 مليار دينار عراقي ولحد الآن قضاء الشطرة يعاني من نقص الخدمات نعم سهار راسم كريم كنت معنا من ذيقار شكرا جزيلا